أعرفكم بجوزي أمين إن أشارتي أهلاً وسهلاً وسهلاً أعرفكم بجوزي يا عادل سعيد أهلاً 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 وسهز عادل أهلاً 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 وسهز عادل أعايز أقولك على حاجة يا عادل أنت عارف؟ مروة كذبين أيام اللي امتحنت كنت دايماً بغششها من البرشامة بتاعتي يا سلام طيب مدام مروة ما كانتش بتذاكر ليه بنفسها أو على الأقل مثلاً كنت تحضري برشامك بنفسك عشان يبقى نجحت بمجهودك لا يا مجهودي دا أنا كنت موفرة للماجستير والدكتوراه إنت بتهراجي؟ أنت عملتي ماجستير والدكتوراه؟ اتنين ماجستير والتلاتة دكتوراه وأربعة شاي بقى عشان القعدة شكلها أطول يا كابتن أهلاً وسهلاً يا أستاذ نشانجي لا نشانجي دا اسم عيلة الوالدة موتانها الأصلي خلف نادي الصيد لكن أنا نشارتي نشارتي تي تي بكسر الياء يا ما شاء الله حضرتك بتكسر الياء يعني واضح إن حضرتك عنيف بالعقس جوزي مارن جداً ومطيع مثال لزوج الألفية المعاصرة يا سلام ما شاء الله يعني إيه معاصرة حضرتك؟ سحيت مرة منهم قلت له نشرتي أنا عايزة أحضر الماجستير يا يعني بدل ما أتحضر الفتار بتحضر الماجستير وحضرتك كرايا كيها أستاذ نشافتي لو نشرت نطقها صعبة عليك ارفع الشين يا سلام ما شاء الله عمل بترفع الشين وبتكسر الياء يا أصob عطلنا لاقعدة حضرتك أقولك إيه وأنتي لما طلبت منه تكعملي الماجستير كانت تفعله إيه؟ قال لي أكي طبعاً يا شيخا أيوا طب إنتي بقا قدرتي زيت وفاقي ما بين طلبات البيت وشغ employer والماجستير طلبات البيت إيه يا رانيا؟ أنا ما كنتش بخصل كبائة ياه ما شاء الله يعني حضرتك المياه قطعت وانت بتعمل المجستير شوفي النصيب يعني ما قطعت عشرة تغسريش كباية لأ أنا اللي كنت بخسر يا راكي يعني عمد بتكسر وبترفع وتغسر الله عليك الله عليك يا أساس نشارتي كده وانت متعاون وكنت بتخسر كل كباية البيت أصلها كانت أيام يعني فيه كان فيه بقى غسيل ومكوى وطبيق وتسيق وتصوير يعني حضرتك كنت بتصورها وهي بتحضر المجستير ولا هي اللي بتصورك وانت بتسيق البيت لأ أنا كنت بصور ورق الرسالة طب ليه حضرتك ما عملتش معها يا رسالة الدكتوراه انت كمان على الأقل كنت أخدتوا الاثنين بثمان رسالة واحدة خفيفة دم خفيفة دم خفيفة الحمد لله بس ما وصلتش لحد بقى التسيق والتنظيف والتصوير زي الأستاذ ايه 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 نشختي ياه ات كده بقى بتهين اسمي يا عم بهين اسمك ايه يا عم ده انت هنت كل حاجة ما شاء الله وانت مستني نهيني يعني لو سمحت يا أستاذ انا ما حبش ابدا جوز يتهزق برا البيت يا إيه ده ايه ده هو جوزك بيتهزق جوه البيت بس ريوم انت كده بتغلطي يا سلام لا 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 بص حضرتك يا ريتي يعني تعزمينينا بقى مرة عندكم في البيت عشان نهزقوا براحتنا امين يلا بينا يا امين احنا ماينفعش قبل ان نقعد مع ناس ما بتحترمنيش يلا يلا يا بيبي بيبي ايه ده هو ابوها ولا ايه بقولك ايه حساب الشاي يا استاذ نشافتي يا استاذ نشالتي اه عادل على فكرة انا عايز اتكلم معاك في موضوع من ساعة مجينة اه طبعا ضميرك صحي وحسيت انك انت مزنبة يعني وغلطانة عشان طبعا العزومة اللي انا وديتهالك حضرتك سندوتشين يا ده وبكا فيهم مثلا حتة لحم صغيرة كده مع حتتين مخلل مع اربع كبات شاي ادفع فيهم ميك جنيه يا رانيا ميك جنيه عالم عليك يا رانيا عادل على فكرة بقى انا قررت ان انا احضر الماجستير والدكتوراه بتوعي طب انا من رأي يعني بدل ما تلبخي نفسك الاتنين يبقوا مع بعض ايه رأيك مثلا تحضري الماجستير الصبح وعالغادة تحضري الدكتوراه وعالعشة تنسيهم ايه رأيك انا فكرة لطول وقت ملاحظة ان انت بتصخر من طموحاتي واحلامي العلمية يا ست اطمحي واحلامي زي ما انت عايزة بس العلمك بقى انا لا هاخسل كبيات ولا هسيق البيت ولا هعمل اكل ولا ليه ادعو بالكلام ده كله انا مش عايزة منك غير ان انت توافق طيب لو هتقدر يعني تنسقي انتي وسناء وماما ومامتك مسلا ونجلاء وياسمين لو عايزة تنظموا يعني شغل البيت مع بعضيكو بجد يا رأي بجد بجد انا ما عنديش ايمان يعني انت موافق هتشوفي يا مروة هتشوفي هعمل خمسة دكتوراه وخمسة ماجستير ايه يا رانيا خلاص ما تقليش انا كاتب كله ولما هيجي عادل هبقى اقوله يا ستة حاضر ابقى سلمولي بقى على السناء بقى يلا بيبار ايه يا ايه احد عن المتب واستوليت وقلت لك الصورة دي يلا ازا باين بيخش يشوف الصورة يلا بيجروا يلا ما تحط لي صورتك هنا على الخزن ايه اللي معادك هنا دولة كانت راني يا عم بيتماليني طلبات هي عايزها منك هاي بقى طلبات عايزها مني؟ اه ايه الخط الزبالة ده؟ ايه ده انت تقرى الخط ده ازاي انا طالبة ايه؟ لا يا دولة انا مش بقراها انا بس بعلمه بتعلمه ايه عشان ما يتوش منك يعني؟ يا ابنه ايه كلامنا مش عايف اقراها؟ طالبة ايه؟ قد اكتب كده انا همليك واكتب لا انا مش هايز اكتب دلوقت دولا بقى اوعد اكتب ياه اوعد اكتب طيب مبنى اكتب واقف بقى اوعد يا اخوه حجة البليد اوعد ورينة تكتب. هف؟ ماشي ماشي هتقول لي هف ولا ايه؟ ماشي دولا حق اكتب اماشي زهبا زهبا رمزي رمزي الى المصيف الى المصيف يوم الاربعاء يوم الاربعاء اه خليها يوم الخميس غبي غبي دي أستيكة إبقى أستيكتي أستيكتي مس 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 دولة مقلت ليش بقى دولة انت يعني يا رانيا عايز الطلبات دي ينلمين لي ياسمين بنتكو؟ لا يا سيدي دولة نفسها يا سيدي ليه دولة؟ هتحضر دكتوراه تحضر دكتوراه زي ما تحضر عفريت مثلا؟ لا يلا هتحضر دكتوراه يعني رانيا هتبقى دكتور يا سيدي آه ألف مبروك يا دولة ده الواحد بقى كده يعيه براحته بقى علشان هيتعالج ببلاشه وتعور بقى عورني يا دولة يا لا مش دكتوراه يعني بتعالج بنا أدمين وبهاي وكده لا 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 دكتوراه يعني اللي هي تعطي قرأ في الكتب فتذاكر من الكتب جامد فتبقى دكتوراه في الكتب دي نفسها يا أيوان أيوان دولة صح يا دولة زي الواد مسعود بن خالت يا دولة كان عنده كتب كتير قوي كده بتاع الطب يعني كان بقى لما بيجي يعيه بيقوم فتح الكتب دي نا ويقعد يعالج نفسه بها على طول يا رحمه مش لك أن مات من غلطة مطبعية ايه ده؟ إيه إنتا خبط تاني ياسمين سلي فيني القستيكة بتاعتك لا بقى يا ماما انت بتترفي الحاجة ومش بترجعه لي تاني ياسمين اخليك تحستي من صباح الرش بتاعي بتاعت الان مش فسفوريك ايه فسفوريك ايه رانيا مش هتقوم بتخسين المواعين ولا احنا اللي حنقوم بشغل البيت كله انت قاعدة انتي انا مش فادية للحاجات دي انا عايزة اخلص اخر فصلة في المقدمة بتاعتي هو انتي لسه في المقدمة اما لح تقصتي المنج على كم سنة ولا كم شهر يا خفة خد بي يا رانيا صورتلك فصل من كتاب الجنح للدكتور سيد الحبساجي ربنا يفك سجنه ويفك سجننا قادر يا كريم يا ماما بدل الاعضاء الرمادي اللي احنا اعرنها دي انت عارف يعني ايه رانيا تعمل دكتوراه اه عارف طبعا يا ماما يعني ورق بقى وملازم وتتشغل هي وعلى اقل بقى ايه تفضيلي دماغي وتسيبني براحتي ماما جيبي معاة من الاخر بالطريقة اللي بتتكلمي معا بيها دي بش تعدى حق ولا بطل من الاخر كده يا عادل انت معاك دبلون والله بجد يا ماما عمر ما تمنزرت على حد بالشهادة بتاعتي أبدا يعني ينفع يعني ما تجيبها معاها دكتوراه وانت معاك دبلوم يعني اعمل ايه يعني احضر دكتوراه انا كمان بالديبلوم بتاعي اذا كان هي معا قصانس الحقوق وبتبتلك بتتفرج علينا والقصانس الحقوق اللي معاها ده بقى اسبري ولا بيليا دوارة بتتمسخر بتتمسخر على ايه؟ ده انت حتبقى مصخرة مصخرة فوزة كل الرجالة لما تروح اتعرف انت وماتك على حد هتقول له ايه مراتي ستة الدكتوراه وانا حصل على دبلوم تفتكروا يعني الحكاية دي تبقى شكلها وحش ولا ايه؟ يا نهارا بيض شكلها 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 طبعا وحش الفرق بين الدبلوم والدكتوراه يا عادل فرق ايه؟ مش هقول لك الفرق ما انت عارف؟ يعني اقول لها ما تاخديش الدكتوراه عشان معايا دبلوم يعني؟ ايه واه هتقول كده لتمنى انك ضعيف ونقص في الحتة دي؟ ولو عرفت نقطة ضعفك تبضل تديلك 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 تديك لقد ما تمرمعك في الارض ايه يا اخوان يا جماعة انتم كده وطرتوني جدا انت توقف لها بالمرصاد وما تخليهاش تفتح اي كتاب ايه خليهاش تفتح اي كتاب كرمتك يا راجل يا عادل حتتمرمعك في الطراب لو رانيا خدت الدكتوراه كرمتك حتتبهدل لو رانيا خدت الدكتوراه يا انا يا الدكتوراه في البيت ده ايه ده؟ ده جايبين فيلم الفزع الرهيب النهاردة في التلفزيون الفيلم اللي انت بتحبيه يا رانيا يا اخوان باذر سوري يا عادل يا حبيبي انا مش هود يتفرج على افلام دولاتي انا عندي مذاكرة كتير قوي يا حبيبتي يعني المذاكرة هتروح فين تعالي تفرجي وبكرة بقي ذاكري بصي حبيبي انا عايز اقولك على معلومة ان لقب الدكتوراه ده لقب يستحق كل التضحيات حتى لو كانت التضحية اعلامية مش مشكلة الفيلم ده بكرة لما ياخد الدكتوراه ما تفرج عليه مرة واثنين وثلاثة وعشر عادي طب بابا ممكن انا اتفرج على الفيلم؟ لا 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 يا اسمين زاكري ما فيش افلام زاكري يال يا الفيلم بدأ اهو عارف ايه ماما احلى حاجة بالفيلم ده ايه انه رازم يتبع من الاول لان الفزع كله موجود في الاول ايوه ايوه الفزع الرهيب الرهيب بقى بيبدأ من نص الفيلم رانيا اه 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 رانيا الحيطة اللي انت بتحبيها يا رانيا في الفيلم اهي اهي ساعة اما هو الراجل بقى دخل على الاصر المهجور ودخل بقى لقى الاشباح مستنيين ومعاهم الساحرة المنبوزة اللي كانوا بلغوا فيها الاسم اهي اه لا 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 اه اه وبعلي انا ما اك Sony اتفدي في عرف مرة عارف مرة وتنين وتلاتة ياني عادي بكرة في الاعادة لا لا الاعدات ايه المحطه دي لا مهادي компании مش عادي المراجل schools ومرة في الاعادة رائدة اافلة который ليش عشان الذين تحسنات جلب رانيا مادام هاتكلي كله وانت بتتفرجي يا ماما على فكرة بقى انا عادي انت فقليب على حاجة مهمة جدا المخ فيه قناتين فقط للتنكيس قناتين للاكل ومراsen اعتبر ان قنا منهم متشفرة تعالي 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 اوه على فكرة انا عادتي معاك مش خيان على فراكز خلص انا داخل اذاك الجوف الودا وصع من طريق هات يا رانيا رانيا الفيلم هيفوتك يا رانيا طيب ماشي زاكري 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 يا رانيا رانيا حاجت المكياش بتاع تكلمتي مليالنا بيها كده هو التسريحة دي افريد انا عايز احطها اي حاجة احطها ازاي بصي كامل الحاجات اللي انت حطها ودي اساسا ما بتشتغلش اهي بصي ما بتشتغلش لا فيها كلونية ولا فيها اي حاجة عاملاني الزحمة اينا وخلاص يا رانيا معقولة عادل لو سمحت اسكت عشان عايز اذاكري انا بقولك بس يعني عشان تبقي تفضيني حتة جنبيهم مسلا ولا حاجة يلا مش هم مرفت طلق الجزم بارح عادل يعني بس انا رجعته تاني النهار ده يعني هم على طول بقيت طلقوا ويرجعوا كده وعلى طول طول الوقت بس هم مرفت على فكرة من اول الناس اللي احنا قابلناهم اول ما جينا هنا في الامارة يعني ستة لطيفة جدا يعني وبعدين عارفة بتحبينها يعني مش مسلا من الناس اللي هم بيتدايقوا شششششت يلا تصبع على خير يا رانيا رانيا لا اكيد في حرامي بره في الصالة عرفت الزي عشان ما فيه صوت خالص احا ممكن تطلعي تبص على الحرامي ده لو سمحتين يعني عايزني أنا واحدة ست أطلع بص على الحرامي بقى ممكن ما يبقاش حرامي راجل ممكن تبقى حرامية ستة عايزة أنا أطلع على واحدة ست بص الساعة كما أطلع لها يعني أبص عليها يعني وهي حتى لو حرامية يعني وحياته أمك سبني أذاك لأ خلاص براحك زيادة خلاص حتى لو حرامي موجودة هو البيت يا ولعباها نعمل يا عشان انت مهتمة بمذاكرتك قوي يعني ماشي ماشي اصباع الخير رانيا مش عارف أنا ما رانيا هو فيه ايه هادل مش عارف أنا ما بعرفش أنا ما حد بيقعد يزاكر جنبي ايه اللي انت بتقوله ده قصد يعني منه أنا صغير يعني ما بعرفش أنا ما نور منور كيبص النور في القودة منور ازاي كتير جدا واعرفش أنا ما أنا في النور ماشي عادل اسكت بقى ماشي ودي النور اهو يالس ساتر اصباع الخير خيمة بقى خيمة ايه جو المسلسل الايام اللي انت عاملا ده عادة بتذاكري على شامعة يا ماما مادام عايزة تذاكري والمذاكرة مقطعة بعضها انزلي مسلا تذاكري تحت عالنور بتاع العمور عادل انت عشان ايه عادل خرمالات ايه ده ايه ده رانيا يا حبيبتي ايه تلقى ما تنرفزيش نفسك ايه الحلقة العصبية اللي جاتلك مرة واحدة ده لا 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 انت ايه محتاجة تريحة اعصابك ايه رأيك نخرج برا مسلا تماشي على النيل اكيد النيل دلوقتي عمل تروى جمدة جدا او نروح مسلا نتعشة في اي حتة اه نتعشة في اي حتة خلاص نتعشة في اي حتة نتعشة في اي حتة ايه رأيك نتعشة في اي حتة فيش هنتقخر يالى ها يالى شاك كرا ايه يا عادل؟ كرا ايه يا عادل حرام عليك يا عادل انا شربت العصير وتعشيت وحليت ودخلت الحمام مرتين ورجعت اتعشيت تانية وانت من ساعتها قاعد ما طلبتش حاجة غير كوب بيت الشاي اللي بقى لك سعب تشرف فيها في ايه يا رانيا انت مستعجلة على ايه ما احنا عادين يا ماما ما قلتلك نيت مرة عندي مذاكرة ولازم اروح بكرة الصبح للمكتبة عشان السرش بتاعي يا سلام طب ما انا عندي شغل برضو في البزار وبعمل سرش على رمزي طول يوم وبلاقي مستقب مش عفين يعني وبعدين بالرغم لا 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 يا رانيا لا لا انت ما بقتيش تحبيني زي الاول يا رانيا لا لا يا عادل والله لسه بحبك يا عادل يا سلام بتحبيني وهو يلا بسرعة ومستعجلة وعايزة انقوم وبتاع لا لا يا رانيا لا انت بتحبيني بس مبين انك انت بتحبيني لغاية ما الحساب يجي احاسب بعدك هترجع ما بتحبينيش تانية يا رانيا حاضر يا سيدي من غير ما تقطبنا وريني الحساب كاف طيب تفضل وهات الباقي لو سمحت حاضر حاضر حرام عليك ما بقاش في حد قاعد يا غرنا يا الله بقى نوم بقى ايه يا رانيا ايه يا رانيا مش خايف على فلوسي استنى الباقي يا ماما الباقي ده اهم حاجة دلوقت حاضر على فكرة عشان ما ريح تستعبط في الكلام اللي انت بتقول انت بتعمل كده ليه عادل انا بعمل كده ليه عاد يا ماما الباقي يا حضرتك وهو عموما نص جنيه يعني اه نص جنيه طيب بص لو سمحت روح في الكهولنا بقى ايه ربعين عشان اديكوا بقى شيشة لو الشباب طبعا صيفتم معنا يلا لا مرسي مش عايزين بقى شيشة ايه اللي مش عايزين انا عايزة اديكوا بقى شيش يا سيدي انا راجل لارش اه وروح في الكهولي لو انتم عندكوش فكة من هنا من اي حتة بقى ملعب بسام المطارية من عين شمسي يعني ايه براحتك و تعالى على مهلك ربعين ها حاضر ايه اذا رانية متخارجة ولا ايه انا الاسه راجعة من بره وكنت بقابل الدكتور المشرف على الماجستير بتاعي وتابليلي عشان رسالتي المجستير بتاعتي ومجستير ليه؟ عشان الدكتوراه ودكتوراه ليه؟ ناقصك إيه يا هانم؟ سريرك ناقص ملة، تلاكتك نعصة جبنة، حمامك ناقص سابونة دكتوراه ليه؟ عادلي أنا كنت بقبل الدكتورة عشان أعتذله عن رسالتي المجستير بتاعتي أعتذريلو؟ إزاي؟ يعني إيه؟ مش هتاخذ المجستير والدكتوراه؟ إزاي يا؟ لا محقولة ده انت كان حلمك وطموحك انك انتي تاخدي الماجستير والدكتوراه ازاي تتنازل عن حلمك بالسهولة دي يعني؟ البيت مروى بنتي اللازينة طلعت بتنخى علي تخيل بنتي اللازينة لا معاهلة ماجستير ولا دكتوراه ولا بتعرف تفك الخطة أصلاً هاهاهاي كل ذا كان بتضحك على جوزها لا بل عشان هو اللي يتولى بقى شغل البيت الكوميديا بقى ان هي اصلاً معاش سنة رابعة دي تلعب ثلاث مواد دي عادل دي مش عارفة لحد لا تتخلص بقى لها ثمان سنين هاهاها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا ايه؟ اه الحمد لله انك انتي خلصت سنة رابعة من اول سنة وعرفت كمان انت جبتي تقدير مقبول جداً ودي حاجة طبعاً تلعب للفخر برافو عليك يا راني الحمد لله الحمد لله اه اه عادل هو انا كنت عايزة اسألك سؤال يعني كده شوية كده محرج يعني لا لا حبيبتي انت فرات اسألي زي ما انت عايزة طبعاً هو انت كنت هتزعل يعني لو انا اخذت الدكتوراه اه لا 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 خالص بالعكس تماماً ده انا كنت ابقى فرحان جداً ان امراتي دكتورة وقدام كل اصحابي بقى اللي بالكتير مراتاتهم مسلاً معهم دبلوم او اعدادي مسلاً كنت اقول لهم بقى مراتي دكتورة وبعدين لقلمك تكشفها عليها ببلاش وممكن اجيبلك الواد رمزي تعوضي تتدربي في تعملي عمليات وتفشل براح تكون ابقى فرحان طبعاً لا على اساس يعني ان انا كان حبق معي ماجستير ودكتوراه وانت معك دبلوم ها لا ازعل ما هي بصراحة يعني عادل انا عارفة ان الراجل مش بشهدته ومركزه الراجل بحميته وامانه وانت مدينا كل ده يا عادل وبصراحة انا كده فكرت وقلت يعني احسن لنا يعني نزاكر لي ياسمين على اساس يعني النهاية بقى اللي تبقى تاخد الدكتوراه ربنا يخليك لي يا رانيا ويخليك لبيتك يا رب مسي عادل وبجد يا رانيا مش عايف من غير كنت اعملي هي يعني انت طول عمرك وقفة معايا ووقفة جنبي وكل الظروف بتبقى وقفة جنبي يعني مسي عادل يعني افتكر طبعاً ما كنت شغال موظف قبل ما افتح البزار واول ما ترفدت من الوظيفة لقيتك جنبي اه 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 فكرة ياه واول ما اخدت البزار ويا دوبك استلمت البزار مفيش يومين تلاتة والبزار ولع ولقيتك وقفة جنبي اه دي كتايم جنبي ياه ولما عملت السيدة مرتين وقفة جنبي اه 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 وما الدرايب حجزت على البزار كنت وقفة جنبي اه 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 فعلي مش عارف حاسس ليه انك نحس ماشي في الصحراء يطلع له اسد يقتله يطلع له غزال ياكله يطلع له حصان يركبه يطلع له كلب يعده يطلع له نموس يبرسه كلب ايه ونموس ايه كلب ايه ونموس اللي هيطلع له في الصحراء ياه بل ايه دولة انت لسه مطلع يا عم اسد وغزاله في الصحراء انا قلتلك حاجة اه لا مقطك دي بقى اللي هتخليني مش هكمللك اي حاجة لا 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 انا اسف يا دولة انا غلط انا انا اسف كمل يا دولة كملوا النبي ياد ده انا بفيدك ياد في التاريخ ياوط المهم بقى يا فضل يا رمسيس ماشي في الصحراء ماشي لغاية ما وصل لمدار رمسيس لقى تمسار رمسيس اتاكد انه هو ده الميدان دخل المحطة ركب القطر بقى الفرعوني يا له ها وده للغاية لقصر عند عيلته بقى تلمى مع عائلته اه عائلته دي يعني اللي هي الاسر يا دولة زي الاسرة اللي هي السبعتاشر والاسرة الواحد وعشرين وكده هو يخرب بيتك ابتدت تفهم يا ده رمزة اهو الله تلميزك يا دولة تلميزك المهم بقى لما عائلته بقى اللي هما ايه اللي هما نفرتيتي بقى على توتع الخامون على خوفوا على العال دي كلها واخد بالك وراحوا خدوا حتة ارض بقى من المحافظة وبنوا عمارة فرعوني ضخمة كده اهو على النيل بقى في ستة اكتوبر كانت زراعات لسه ساحرة بقى واخد بالك وراحوا عاشوا بقى كلهم بقى هناك في العمارة واعدين مع بعض بقى لمشامل الاسرة يعني كلها اهو يا دولة يعني الاسرة الاولى كانت ساكنة في شقق واحد والاسر التانية كانت ساكنة في شقق اتنين وكده هون يعني صرر وكده يعني يعني صرر يا قد انت تتدرس تاريخ بعد كده يا لبرافو عليه كرامنسيس بقى كان ساكن في شقق اتناليش عشان هو الاسرة اتناشر بس كان هما بنين لعمارة على شاعتين فهو كان ساكن في السادس بقى ايه Comedy دي دي عالي أوج او يا دولة معلش بقى مع الأسانسير بردك بيسهل أسانسير؟ يابل يد أيام الفراعنة من يجي بتاع 300 سنة على الأقل كان فيه أسانسيرات يا عبيد أمال يا دول أمال ايه؟ كانوا بيطلعوا ازاي وينزلوا ازاي دول ما عشان كده بقى يلا اخترعوا المسلة يحط المسلة قدام العمارة الفارعوني يجي مثلا رمسيس رايح الشغل امراته وتحضره الفطار وبتاعه اللي أسامه عليك وكده ويقوم ايه نازل واخد طرف المسلة من فوق ويقوم الزحلة نازل على تحت خد بقى العجلة الحربية الليالة العربية بتاعته دي وطلع بقى على شغله في الوزارة وبتاعه الله يا دولة الله طب ويا دولة لما بيخلص بقى شغله ويجي مروح بقى يطلع ازاي؟ ما بيرجع بيه المسال بقى بيرجع في الأسانسير بيطلع ولا ولا أهلماتك دي اللي مش هيحكيلك حاجة تاني يلا يلا ايه دولة انا عايز استفسر بيطلع ازاي؟ قدت مش عايز استفيدة تلع بره يا دولة عايز استفسر بقى ما تستفسرش تلع بره خد 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 تعال 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 بتبرتم بتقول ايه؟ ما ببرتمش بتبرتم بتقول ايه؟ اه بحسك يلا غور بقى من وش غور من وش واما تيجي هبقى احكيلك يلا بتاعت اخناتوني يلا مقاني دي دولة اللي هما كان نسايب ومش عايزين يجوزون ليه البت اللي كان بيحباهو بتاع بتاع ديك يا الله بره يلا انا الدكتورة هبا المنصورة اهلا وسهلا حضرتك دكتورة انا مش عيان يعني انا سايكايترشت حضرتك وبدور عليك من زمان اه يعني ايه؟ يعني دكتورة نفسية اه دكتورة نفسية حضرتك طيب وانا مجنون يعني ولا ايه؟ لا حضرتك فاهمني غلط دي الشهادات اللي بتثبت ان انا متخصصة في علم التعايش اه شهادات واضح ان انت بقدمها على وظيفة لا العلوان غلط حضرتك مش حضرتك الاستاذ عادل سعيد؟ لا دا انت عاملة تحريات عني بقى لا اني عاوزاك في موضوع خطير موضوع خطير ايه؟ هنهرب قصار ولا ايه؟ بعدين دلوقتي حدرسك تدرسيني ايه حضرتك؟ هو انا كمي عشان تدرسيني؟ لا حضرتك راجل وعايش مع ست ستات يعني قمة في التعامل مع التعايش قمة مع التعامل مع التعايش؟ اه بعد اذن حضرتك يعني انا مش فارتة جارب عشان تعملي علي دراسة حضرتك يعني يا استاذ عادل انا بقلف كتاب وانامل صاحب مطبع مين اللي قلك علي؟ ولاد الحلال هم اللي دلوني عليك دول مش ولاد حلال دول ولاد حرام وشخصية سايكوباتية كمان ده شيء هايل هايل سايكوباتية تقلع علمك بقى؟ انا ممكن اقلب شخصية بتنجانية وممكن اتهور على اي حاجة لا انا هاتهور عليك هنا اتهور على مين انت مين؟ حضرتك اشتريت تمثال قلت ابيض اروح البيت علي ايه اسود؟ اسود ايه واب يدي اكيد حضرتك كان معاك حاجة سهودة بقى قاعد عليك لا انتوا عساسة مستعصديني يا عما مستعصدينك ايه بقولك ايه مفيش تمثال والتيكة على اللا اطلع برا لا لازم اناخد حقي تاخد حقي تاخد حقي يعني ايه مفيش حقي واطلع برا بدا المضربة اتطلع ايه ايه والله انا عورها اتعور بيه انت عقل اورينا اتعورني ازاي طبعا انت اتشهدي باللي انت شفتيه ما ضمنش يعني ايه ما تضمنش انت جا تتعلم الندالة علي ولا ايه لا بقولك ايه ابوز ايدك هو انت كنت وافقت اني ادرس حالتك اه انا سمع انك عايش في وسط دهود كتير ايه بس الضغط المراضي ممكن يدخلني السجن يا عام السجن للرجالة ايه يعني ايه يعني انت مش هتشهدي معايا ولا ايه مصلحتي فوق كل شيء ماشي عموما اللي مالوش اهل الحكومة اهله اه إيه باشا انا المجنة عليهم مش بكلهمك انت ايه باشا انا المجنة عليهم لقدامك دهو نقضى علي زي الفك المفترس بصوي ستج بيقولك ايه بي database اقول الحقي بنى واحدة سبحان الله الحمد الله يعني بيقولك الفك المفترس ومن المعروف ان حيوان الفك المفترس حيوان المفترس يعيش في البحر الاحمر وبهذا الوقعة حصلت في البزار وبيهذا يكون هذا المتهم التجن عليها سلام عليكم ق rondيك استانآ هنا أمنيö؟ ¡ through Gates! اتجمت عليليليه؟ يا حضرتك، أنا ما أتجمتش على إيه لهوا اللي لقد دخل عليها البابزار، وهو التي تهجم عليها الأول ساتة كمن يلي ما يشاهد حيو لا تهجم عليها الأول يا ماشي والله يبدو اهو اللي تهجم عليها الأول وإلى المساعدة حتى أسال رأيدي ؟ Estadoر DE أناي حضرت الظابط، وأسعاد بعث العقب الخناعة لأن القانون لازم يأخذ مجراه أنت هتعملي فيها أمين يا رزق؟ خلي بالك، أنت الشهادة الوحيدة وشهادتك دي حتحدد من الجاني ومن المجنع ليه؟ الأستاذ عادل إيه؟ 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 هتعذري ولا إيه؟ الأستاذ عادل ده؟ طب وأبحاثك إيه؟ ودراساتك نسيتي ولا إيه؟ هتسابني أدرس حالتك؟ كل اللي أنت عايزة أعملي براحتك هتستحمل؟ هستحمل؟ ده أنا مستحمل رمز مش هستحملك هتدعم ولا يكون عندك أي فكرة يا حضرت الزابط، الشهادة هتقول شهادتها شهادتك يا دكتور وعلى ما تتعرض على النيابة أنا ممكن أعرف عنك كل حاجة حضرتك أنا ممكن أفضلك نفسي ساعة كل يوم سماعك فيها ما يطلبه المستمعون ساعة مش كفاية لإني هشتغل على محورين محورين؟ اللي هما إيه حضرتك؟ أول حاجة إني أدرس حالتك تاني حاجة إني أصلح من شخصيتك السايكوباتية تصلحي من شخصيتي يا حضرتك أنا شخصيتي كده عجباني يبقى خايف لا تنكشف أنكشفي ده كلام فارغ ده إيه اللي بتقوليه ده؟ العيال الصغيرين لما بيغلطوا بنقول لهم ده كده غلط ونسلح لهم حضرتك ده بالنسبة للعيال الصغيرين انت شايف أن أنا عيال صغير مانا شنب أهو كان عن شنب وحلق ده مجرد تشبيه حضرتك كده شكل الجاية تهزري خلاص بلاش أطلع على النيابة وأقول لهم لا حضرتك النيابة تي عيب إن الدكتورة حضرتك زي في مقام حضرتك تروح النيابة عيب يعني ما انت اللي مش راضي تقتنع هم يومين استحملهم ويا درما دخلك شر ما الشر دخل خلاص حضرتك يعني عموما إيه المطلوب مني؟ إنك تتعاون معايا حاضر هتعاون معاك وتعمل كل اللي أنا بقولك عليه كل اللي بتقوليه عليه لا دي ما اضمنهاش هروح النيابة اضمنها برقابتي تروح تقولهم في البيت إن أنا جاية من محافظة عشان أدرس حالتكو وديكو شقة موضوع الشوعة ده من إمتى؟ هي الحدقة بتحد في كتاكيت آه بتحد في كتاكيت تلات قوض وصالها سناء ولا ما أنا عارفة يا ابني هتعمل إيه في الشقة لوحدك لما نسيبها ونمشي أفهم من كده إن الأستاذ عادل شخص طوائي؟ لا لا يا حبيبتي عمره ما لبس طوائي طوائي؟ ما شاء الله يا ماما دايماً بتنصفيني كده الحمد لله طب ولما كبر كان شخصيته بتميل للعنف؟ نافر أفر بيبي بيبي ده ما فيش زيه ده زوج مثالي طول عمره كده يعني هادي كده وأليف أليف أليف أنت بتتكلمة على قطة فاضل تقولي إن أنا ما بخرباش يعني لا 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 ده أوفر أوفر ومقفر في كل نرفازاته على طول كده يعني لكن على طول كان بيهدى شايف يعني وياسمين كان بيذكر لها؟ هو بابا لما بيرجع من الشغل بيقول أنا تعبين وماما هي اللي بتذكره أنا متهالي بقى يا جماعة تقوموا بسرعة بقى تحضروا الأكل عشان هي تاكل وتلحق تروح يعني بس أنا لسه معرفتش عقدتك حضرتك وعقدتي إيه ما فيش أي عقدة ولا أي حاجة الحمد لله وحضرتك أنيستينا وشرفتينا ونورتينا وأديك عرفت المطرح وسلاموا عليكم إيه ده وبدري كده طب يلا مع السلامة برحتك موبايلات بقى عادل أنت بتترودها ولا أيه؟ مش بتترودها ولا حاجة بس هي مستعجلة لأنها لازم تلحق متر الأنفاق لازم تروح لأهلها بدري يعني ما تحملش هام أنا عادة معاكو شوية كمان وإنت تبقى توصلني بعربيتك بعدين ده أنت دخل على طامع بقى قل لأ العاشة بقى عادل أحضر العاشة يعني ولا؟ آه يا ماما حضر العاشة عشان تلحق هي تتعشى وتروح منها وورا قولي يا رمزي نعم الأستاذ عادل بيعاملك إزاي؟ أولا حضرتك بيعاملني بالشهر مش باليومية حضرتك ده مودة أتخلف عحليا أنت بتسأليه وتتعاملي معك بني آدم يعني واضح إن عندك عقدة اتهاد تجاه الآخرين لا 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 وكمان هتطلعي لعقد إيه؟ أنا مش عارف حضرتك دايما تطلعي فيي القطة الفتصانة خلي بالي أنا العلم كما بيزيد علي الضغط أنا مش عارف أنا ممكن أعمل إيه؟ برافو 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 إيه؟ أنت مطسوطة مني ولا متدايق؟ إياه ست ما ترسيلك على حالة أو شوفيلي دكتور نفسي عالجك يا أستاذ عادل أنا كنت بس بنكشك عشان أعرف اللي في دماغك حضرتك أنت تعبت دماغي خالص بجده أنا مش عارف أعمل إيه بعد كده يعني وعمالة بتسأليلي في رمزي وعمالة مرمطانة والعيلة كلها مش عارف أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ بصي أنا كنت مش رامل ممكن أعمل إيه؟ أستاذ عادل أنت بتشجع العنف؟ لا حضرتك أنا بشجع الترسانة أنا حسبتلك كلامي بالدليل القاطع رمزي خدامك أنت تعبان في الشغل هنا مش كده؟ وأنا إه أنا هتقول تعبان حضرتك انا شيلوا على كفوف الراحة وحضرتك لو بصيتي لوشه والأفاة كده هتلاقي كفوف الراحة معلما عليه وأنا بعد إذن حضرتك كسب تهانم يعني كنت عايز وقول حاجة صباحا إيه io لا تبطل أمور التساءول ده. بتوعي العمر then أنا لو недحول قامت بالسابل يا لعن أه قتل لو قمت verdad يا واناrastك جولك، قريب عليكم الده من تكاترة ماشي بص حضرتك اهو هو اه ابن عمي اه بس يعني اعصابه ساعات بتوسع يعني اه اعصابي بتوسع لان اعصابي لو دقت هتخنوقك يا رامز سيدي ما بيقول هتخنوقك سيدي قدام حتى ما ماشي 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 رامز يا ابنية ايوا اسمع كلام الاب الروحي بقى انا بذقة ان انت بتتعب هنا هون شغله ومسحه وكانسه وتنظيفه بس كل ده حيتغير دلوقتي اه الواحد دهره اتقطى من نهاردة من شغل البازار اللي انا اشتغلته ده انا عمري ما اشتغلت كده هانت استحمل ماشي 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 اه اه سعري يعني عادل كنت عايزة اكلم معك في امور عالقة منذ زمن فبس على انفراد يعني في سرية تم اتكلم يا مادام انا مش غريبة ولا ايه يا استاذ عادل اه اه طبعا دكتورة هيبة مش غريبة دي تعتبر واحدة من العيلة دلوقتي لدرجة ان انا بفكر اضيفها على البطارة اه طب هات خمسة جنيه بقى عشان عايزيني جيب سكر اديها اه اه خمسة جنيه تجيبي سكر ده وضع طبيعي ان راجل البيت هو اللي ادفع الفلوس بتاعت السكر وادي خمسة جنيه اه ايه ده بكل بساطة كده طب طالما كده بقى هات عشرة جنيه ايه عشرة جنيه ليه ما انت نسى واخد الخمسة جنيه ونسى مبردتش في ايدي انا حر عايز اجيب شاي عايز اجيبي شاي بقى عشرة جنيه بقولك ما تجيبي شاي من ابو ثلاثة جنيه وتعمل لنا شاي خفيف في المرة يعني عشان اه 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 اوي اه اتفضلي عشرة جنيه ايه انا مش مصدقة نفسي عادل بتديني الفلوس كده بسا يا بنده ايه الحالة اللي انا في ده يا ربي طبحت عشرين جنيه بقى اكيد طبعا عايز اجيبي الكوبيات اللي هتحط فيها الشاي لا اعايز اجيب برات برات اما الفترة اللي فاتك كنتوا بتعملوا ان الشاي في ايه في كوز يعني حاضر حاضر يلا هانت ونخلص اه عادل نسيت اقولك حاجة المكواجي قافل ثلاثة ايام جات له ضرب الشمس في الغالب اه احسن يستهلص المكواجي ده يعني رخم بقولك ايه يا عادل بمناسبة يعني المكواجي اللي غايت بياروه ثلاثة ايام والله واعلا بحيغيب اكتر من كده ايه هتعمل ايه في قمصانك دي مين هيكوهملك القمصان دي هميكوا انتوا بقى في مكوتها بقى سناء يال ليه فاكرني جاريا معجرها لك ماما بالقجرة ايه كيوم انت ازاي يا استاذ عادل ايه حضرتك انت فزعتين انا افتكرت ان انت مشيت انت لسه قاعدة انت متواكل متواكل لو والله انا لسه مكلتش انا مستني الاكل على النار يعني يعني بتعتمد على غيرك في الشغل اللي انت المفروض تعمله بنفسك وده كله لازم يتصلح ماشي حضرتك ماشي سناء يا حبابتي هم 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 بص يا سناء انا خلاص ما تكويش القمصان وانا مش هكويهم ولا حد يقرب لهم خالص لان بعد كده الدنيا حرة هنزل بالحملات ها خلاص يا سناء يا حبابتي سيبيه للقمصان وانا هكويهم ما كويهم اه طب بالمرة يا عادل بيمانك هتكويهم هتكويهم عندي خمساشر فستان وثلاثتاشر جيبة واربعتاشر تشارت ممكن تكهمني معادي اه اه اوي اوي ولو عندي كمان هدوم عايزاني اخدهم فمين تحت امرك وانا تقلق المرة الجاية هبقى اعمل حسابك ماشي ماشي يا عادل اعادل خلاص انا جوف ببا جوف ببا مش قادرا انا خالف انا الجوانتي بتاقي اللي بغزل بيته بقنات انا مش بلاقيه ومش ممكن هاخصل طبقين واحد من غير الجوانتي ده طبقين واحد هتخسليهم بجوانتي ده الجوانتي ده اكيد هيطلق باتبص يا حماتي سيب الاطباق عنها ما تغسلت ها اه بص يا حماتي سيب الاطباق انا باخسلهم مكانك يا حماتي يا سلام يا حبيبي يا عادل حضرتك في حاجة تاني؟ هي والدتك فين يا أستاذ عادل؟ اه حضرتك اصلي ماما يعني بتحب ساعة المغربية ترايح شوية يعني يعني انت مبتعودش معاها وتتكلم؟ اه لا حضرتك بقى من غير ما تقولي ها ولا اي حاجة انا هقوم هصحيها واعد ارغي معاها لغاية ما تزهق مني بابا اه بابا بابا ممكن تشرح لي الدرس ده؟ ده ايه ده؟ جغرافيا اه اه ايه ده جغرافيا دي جميلة جغرافيا عودي يا حبيبتي عودي يد اتنين كبه الف اربعة ومحمد علي ودخل القلعة ومحمد علي دخل القلعة يا ابني متخلص اكل بقى خلينا نقف البازار ونروح يا ابني ايه دولة اعني بلاش اشحن؟ بلاش اشحن؟ بتشحن؟ ما انت بقالك قد ايه بتشحن يالا؟ ده انت واحد يخرب به تكلته كله يلا يلا اخلص يلا بتخافش يا رمزي كل 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 عند اشرب عند اشرب انت الكباب عملك عينيك كمان؟ ما هو يلا المياه قدامك ايه والكوباية اشرب مش قادر يا دولة والنبي اتقني يا دولة اتقني متخافش على صيدرك مش قادر تتقنرك ماشى ماشى قاسقية انا بسرعة بسرعة كمان بسرعة حاضر حاضر معدنية؟ معدنية؟ ماذا يرحل مية البطارية اشرب ياها ماشي دولة شبعت يا رمزي؟ مش عارف! مش عارف ايجا! يجب مش عارف يخبيتك! بعد دي كله مش عارف! ده بقى نقربت فرق احضرتك ده واجد ثلاثة كيلو! الحمدلله شبعت بقى دولي! انا هذكر بقى دولة المخزن عشان انا نام بقى! ايوه خش نام! وخد معاك بقية الاكل ده عشان تفتر بيه عشان بكرا عندك شغل! الاكل ده كفيك اسبوع! ماشى دولة! اسبوعها خير! يلا! 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 اهي بكرا خلاص الحمدلله الكابوس هيروح! ما قلت ليش يعني ان بيجيلك توابيس! لا ده كابوس جالي من يومين كده بس ان شاء الله قرب يمشي! فهمتك يا لاقيم! ما تروحي بقى ست انت اكيد في البيت عامدك قلق عليكي! مش ماشى! الا لما شوف انت عملت ايه النهاردة الاول! عملت ايه النهاردة حضرتك؟ ما انت طول اليوم قاعدة معايا وشايفة كل حاجة بنفسك! ايه ده بتعملي ايه؟ عضلات وشك فيها معاناة! ده مش عضلات وشي بس ده كلي! ده ميرك مرتاح؟ لا! ليه؟ عشان حاسس ان فيه شو كفزوري شو كفزوري! طب احساسك ايه وانا رايحة بكرا النيابة اشهد وطلع على البراءة! احساسي ان اخيرا! اخيرا! الحمد لله يا رب! غمة وهتنزاح! بس عارف انا محتاجة يومين كمان عشان ادرسك فيهم! يومين ايه؟ لا ما احنا خلصنا الحمدلله ورايحة النيابة احنا اتفقنا على كذا! يومين ايه؟ انا مفكر اكلم وكيل النيابة يديني مهلة كمان يومين عشان ادرس حالتك عادل! ايه يومين كمان ده انا اليومين اللي فاتوا طلعوا لي كله في دماغي! كله؟ يبقى لازم ادرسك كله ده! زي ما كنت عبان وارتحت زي ما كنت عطشان وشربت ده اللي انا بشار فيه يا حبيب زي ما كنت عبان وارتحت! الله يا دولة الله انت وكنت في الحمام يا دولة? يلا دقول النيابة كيف ميجي خلال انا لا انت تعرفش النهاردة وانا mighty النيابة قال لي ايه؟ قال لك يا دولة! قال لي ان ngore ابن ووش وعلى الله شوفك هنا تاني اهه اه! انا أشعرت ان انا توالدت من جديد يلا! انه نعمل بقى عيد ملاد بقى يا دولة! لا 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 مش هنعمل عيد ملاد حنعمل حاجه تانية خالص! أيه يا دولة؟ إيه؟ اللي أنا قلت لك عليه أنا عايزك بقى تنظف للبزار ده حتة حتة ملاقيش فيه حتة التراباية واحدة فاهم يا أد ولا لا أه أنا أنا تخلينا جيب لك كباب أنا يا أد تخليني أشربك المية بإيدي يا أد يا دولا يعني هم أحسن مننا في إيه يعني اللي بيأكلوا الكباب دول أي حد في الدنيا بيأكل كباب بيأكل فل وطعمية أحسن منك يا رامزي أنا تخلينا أشربك مية ما يا دولا بصراحة يعني اللي يلاقي دلع يا دولا هم يتدلعش يبقى غابي إنت غابي بدلع أو من غير دلع يلا روح نضف كل اللي بقولك علي التكى على الله حاضر بقى يا دولا بقى يلا دولا اللي صحيح يعني أبو الهول مناخير ومكسورة لي يا دولا مناخير أبو الهول تكسرت ليه؟ أيو يا دولا يعني كان مثلا هو عنده زكام لا كان عنده زكام مثلا مسك مندير راح لا لا يكسر منخي يهبل يهبل لا دي حكاية طويلة إلا أحكيا لك ياريت يا دولا ياريت يا دولا ماشي ماشي ممتحكيش إلا لما جيلك يا دولا يالله ياباتتتتي ايحكي يا دولا ايحكي بص يا سيدي تسمع أنت طبعا عن واحد اسمه نابليون بو نابرتر لا يا دولا اما اعرفوش ده مسميتش عنه قابلك اكڭ يا دنوبليون بو نابرتر يلا ده معروف جدا ده بتاع آآ قائد الحملة الفرنسانانوية على مصر يلا هم جوم عندنا يا دولة كده ولا ايه؟ الفرنسانوين بقى مجوم مصر ومعاهم بقى نابليون كان هو بقى الزعيم بتاعهم فجي بقى مصر محتل مصر بقى ايه؟ راح سرق كل الاثار وكل الحاجات اللي في مصر دي وخد معاه على فرنسا يبني ايه ده يعني كل الحاجات اللي عندهم دي يا دولة بتاعتنا احنا اصلا؟ امال ايه؟ انت لو مشيت في الشارع في فرنسا كده هتلاقي مثلا ميدان محتوط في وسطي مسالة دي واخدة من عندنا تلاقي ميدان تاني محتوط فيه اللي هو برج ايفل ده اللي هو عندهم ده واخدينه ما عندين؟ يا خبرة بيتدول كلهم يا دولة برج ايفل والمسالة والحاجات كلها؟ اه يعني عارف حتى بعد ما شالوا المسالة حطوها عندهم وروح شالوا برج ايفل حتى تلاعز هم هم سامينه ايه؟ برج ايفل المائل ليه؟ لاني ما كانش معهم ميزان مية بعد ما فكوه من عندنا وراحوا يركبوه تاني مال منهم كده فاسابوه مائل بقى زي ما هو يا ابني يا مدراسة يا دولا! يا مدراسة! اه ما هي المعلومات ديه دولا? الله! الله يا دولا! طيب و في الناس بقى يا دولا لمراحير ابو الهول، يعني ك طيب ا головو ازاي لازم تكتسب المعلومات مني يا ابني انت بش هتلاقي المفرصه我们كا God يا دولا انا اسف يا دولا؟ ابو الهول ازاي اصلاً ابو هول نفسه و هو و هوم اللي بنى الي هوم التمثال بتاع ابو الهول دiffany عشان ايه؟ تاخليدا، لان ابنه كان نجح فى سنوي هول يعني، فراح جاب له الحكا contains اه يعني ابو الهول د觀 كان ليه ابن يعني اسمه هول اه و سموه هول عشان ام هول ولده هول فى الصالة فى الهول يعني عشان ككان ساموه هول دetts ابو الهول ودرمو هول وكدا طب هو كسروا بقى مناخير وليه دولة بقى؟ ما هو نابليونjob你是 productos ايه بعد ما سرق بقى برج ايفل و بعد ما سرق الحاجات دي كلها ما عارفش يسرق اللي هو التمثال نفسه بتاع ابو الهول ده فضلكوعه اروح كسر مناخيره غلاوي يا سلام يعني هما سرقوا المسالة وسرقوا برج ايفل و ما عارفوش يسرق ابو الهول لا ما هم كانوا عارفين يسرقوه بس هما وجايين بالعاتلة ولا ولا اهرماتك دي اللي اتخليه مش هحكي له الحاجة تانية وانت اللي مش هتستفيد من معلومات التاريخ اللي انا بقولها لك يا دول اما انا عايز افهم يا دولة واحدة واحدة من غير ما تفهم اللي انا اقول هولا اتاخده كده هو وتمشي بيه على طول ماشي يا دولة روح روح يلا روح نظف البزار مش هكي له تاني ملاكش دعوة كان قاعد ليه كده يعني متدايق متدايق اه منك متدايق منك ولا منهم ولا ولا نظف البزار ماشي بقى ومش عايز تمثال علي نقطة التراب ماشي يا اخو يا ماشي يلا نظف الكل شوان ربكم بقى ومعي الخير كله وايricular جندم الى معاك دي يا اموميرفت إيره لسه جاية بيها دلوة حالا من الجامعة الدفتر دا يا سعادل فيه الخير كله انت حتقبض الجامعية بدري اموميرفت وانت بتسالينעל قفض الجامعيةidian اييد دلوة جحسمية انت حتقبضي كمان شهر انت دور والباق على ياني排 ليها انا استم frozen يو pig panic يا ووجد هدوم مال وبقولك اي امو ميرفت ما تشوف أنك كده الجامعية على قد يجيب عشرين جنيه طب استني كده يا إنعاء آه بصي بقى البيت ميرفد بيتي عاملة جامعية بخمستاشر جنيه مع صاحبتها في المدرسة بحب تخشي معاهم بس بشي إمتك يا إنعاء طب بقولك إيه ما عندي كيش جامعية بخمسين وخش بنص سهم نص سهم إيه بس يا ماما أو أنت دخلت ضربة في البورصة لو عايزة تخش بنص سهم خش على الحديد الحديد في العالم ربني اسمع منك يا سعادل على فكرة يا ميرفد أنا عندي خطة لتطوير برنامج الجامعيات بتاعتك بحيث تكون دورة كل جامعية أسبوعين مع محاولة تستقطاب عدد أكبر من المساهمين عن طريق إدعاية لا 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 أنا رحب أدعى لحد ولا حد يدي علي آه يا أمميرفد إدعاية غير إن حد يدعي وتدعي علي إخلاص يا مميرفد إخلاصي طبعاً إنتوا يا جماعة مش هاتوا عن المكوسر وإحنا إيه اللي يودينا عند المكوسر أصلاً عشان نتوم بس يستنى علي بس يا سعادل بقى أم مكوسر داخلة معي في الجامعية واسم النبي حارصها ابنها حمود الله وأكبر عليه عمال أماليتكم إيه بقى لو تاري السيني في دبي مش ما خليها عايزة حاجة أبداً إشي تلفزيون إشي بوتجاز إشي تلاجة آه كل حاجة هي عايزها خلفة تفرح بصحيح ربنا يكرمها في ابنها بلا واكسة على خلفتنا بلا واكسة يوعد يوعد يا أمو ميرفل انت جايا؟ جايا لنا أنا عشان تبواضي سلة الرحم ما تخش في الموضوع على طول إلا على رأسه بطحة وكويس إنك حاسس من جوة نفسك إنك مؤثر أثر يا أمو ميرفل مانش يا أخويا حقك علي شوف بقى يا سيدي وهو جاي بقى ابنها حمودة بن الصفر جاب لها مبين بس إيه؟ حدوتة تلاتة كاميرا والبروتس دوت والرعشة دي اللي بتهز ديت واستلام الرسالة ورنات بقى المزعجة وغير المزعجة وأرجو سوى إيه؟ وأنا غير منتظر حاجت كده بقى بس إيه؟ آخر موديل ده حاجة حلوة قوي يعني مع المشكلة إن واحدة زي المكوسر دي تشيل موبايل في كل الإمكانيات دي وهي مش فهمة في حاجة يعني الله هو أكبر يا سعادل إيه تحت تحزد الولية على الموبايل اللي جالها؟ بقولك يا مو مرفد العدة دي جديدة؟ لاي يضبك عمل مكالمتين ورنا طب ودي على كام؟ مبلغ تافي خمس تلاف جنيه حسيتك في الجامعية؟ طب هل لو أنا قلتنا أنا عايزة تشيري موبايل تستنين لغاية مابض الشهر الجاي؟ عناية يا أختي أنا ليا الدلالة عليها ما تقلقيش إيه يا صناء إيه؟ خمس تلاف جنيه في موبايل ما ينفعش طبعا يا ماما ده يعني حرام ده حتى ممكن الشاشة بتاعته تتجريح أو مثلا باتري لوك باتري لوك؟ بلق يا أخويا العينة بيانة شوف بنفسك هون هشوف أنا ما أنا مشتري كده؟ ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ أنا شوفت واحد أمريكاني كان ماسك واحد زي كده وبص بيتفدح كده وده بيلف كده وبعدين يلف كده لغاية ما يبوص أيه ده يقاوي وأعرفك ده الجيل التالت بقى اللي هو جيلي جيل العماليقة على الفكرة الفرق ما بين كل جيل وجيل Perfect Sienna تكنولوجيا ضوئية إلا إذا حسم اتход في أي جيل أنت هكتابلن فيها علمة وراسة ما تتبطي بقى إيه وهو يا يا عمي أنا أشتري وأدفع فلوس أنا جاهزة العالم دي أخلتها فرجه عيني يا حبيبتي على أول شهر إن شاء الله يعني عيني يا حبيبتي وده على كده بقى يا موميرفت فيه جيمزي يعني مسلا سناك اوه اه يا حبيبي ايوه يا روحي فيه جيمزي في كل حاج واذا كنت حضرتك ما يا سعادل بصص له انسى يا روحي انت لسه الجمعية بتاعتك هتتقبض كمان ستة شهر اه لا 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 انا مش في دماغي موبايلات انا تفكيري مش موبايلات يعني ايو ايوه لما تكون نفسك انت لسه بادر عليك اعتبريني يا موميرفت خاصي اشتريت انا سبتي جاهزة بفلوسي منعيني يا سنوقة وانا عندي اغلى منك يا حبيبتي ايوه موبايل مقرف مقرف لي يا دولة بس هو عمل لك اي يعني ده منظر موبايل ده انا يا ابني بابقى في اي حتة قاعد مع صحاب البزارات صحابي كل واحد مطلع موبايل بتاعه ده موبايل مجسم وده موبايل بالنغمات وده موبايل مش عارف شكله وعمل ازاي بالالوان وانا طالع بدا بكسف والله طالعه من جيبي يا ابني افرد رن ولا تهبط يا دولة ده مظاهرات فضية مظاهرات فضية ايه محدش طلع فيها يعني ولا ايه انت بتقول اي حاجة وخلاص بس انا لازم اغيره لازم اغيره لازم اغيره دولة طب مدام بقى هتغير الموبايل ده وهتجيب واحد جديد بقديني القديم ده هايزي بمعاك موبايل يا لها رمزي ده ابوك اللي اسمه ابوك لما انت طلبت منه موبايل قالك هجيبه لك بس على شرط تركب اخوتك وراك ايه يا دولة قالوا انا قلت له هركبه مول ما جابهوش برضه لا 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 مش هديك الموبايل بس انا بالنسباني الموبايل بتاعي ده هجيبه هجيبه قدامي حروبه قدامي ناس كتيرة جدا هتحاربني عشان الموبايل ده بس انا هجيبه يعني هجيبه هاتوا يا دولة ودمر وكسر وكل حاجة بس هو ده بتاع مين يا دولة ده بتاع امو كوسر يا لها وانا لازم اعمل خطة عشان اجيب الموبايل وعشان اوصل للخطة دي لازم يكون معايا حد زكي جدا انا تحت امرك ابي عادل انا كنت عاوزاك تجيبلي كاميرا عشان ابقى تصور بيها مع اصحابي في الجامعة اجيبلي الكاميرا تصور بيها تبما تستلف اي كاميرا من اي واحدة من صاحباتك يعني ايه ده يا ابي هي براية ولا تلاقي يا نبلة ان شاء الله لما اجيب الموبايل بتاعي ويبقى بتاعي بتاعي حابقى تدولك عشان تصور بيه براحتك والموبايل بتاعيك ده يا سناء بكاميرتين اهم ميزة في الفئة دي من الموبايلات انه بيسمح بارشفة وتسجيل المواقف الندرة لحياة حامله حامله ايه هو شيكو معاه حامله يعني رانيا كملي كملي القافلة تسير والموبايلات ترمي علم الموبايلات ده ملوش اخر يا سناء بيقولوا الرنات بقت بفلوس صحيح؟ رنات ايه يا ماما اللي بفلوس؟ يعني معقولة تلت رنات بمكالمة مش معقولة يعني لا 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 انا بقولك ايه دول اشاعات علشان اللي طلع الاشاعات دي هيه هما البتوع بتوع الارض اللي هما بيعملوا الرنات فعلشان كده انا طول النهار انا برنه انا برنه ومحدش بتكلف ايما انتي طول النهار يا حاماتي بتعود ترن علي انا بكانسل عليكي واعد انا بقى اللي ادفع بعد كده من مكلمك اللي اغخروا الحيوان ده على فكرة يا سناء اما مبارح اكتشبت حتة موقع على النت تقدر يتنزلي منه نغمات مجسمة ومقاطعة فيديو وكل حاجة انتي عايزاه وعلى فكرة انا قادر افيدك انا بخبرتي الكبيرة بس بشرط تبقى تسلفوني بقى وانا راحة الجمعة زي ما قلت حاضر يا غندورة حابقى اسلفهولي تكنت راحة الجمعة بس بصي بيت بجد يعني على الموبايل ده اللي هو بتاعي حنقدر نزل افلام فيديو يعني يا رب تفرج عليها كده كده عادي افلام فيديو ايه اللي هتو لو هتتفرجوا على افلام الفيديو بقى على الموبايل بتاع سناء يعني يبقى نلغي بقى التلفزيون هنا هو من الصالح يعني هتحتاجوا في ايه يعني عادل اهدى يا عادل اهدى شوية لما اجيب الموبايل حابقى فهمك فيه وادقولك تلعب بيه ساعة ساعتين لا هو تديني موبايلك ليه وماله موبايل زي الفل اهو والشاشة بتاعته ايه شغيلة وكله تمامه زي الفل الحمد الله بس هو يعني الموبايل بتاعك مختلف يعني بس هو مبروك يعني يعني هو حلو صراحة يعني هيه ده الباب يقبط انا هقوم اشوفني ايوا دولة حبيبي ولا دولة اه 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 تعرف ايه؟ فيلحى يا دولة نصيبة 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 kill نصيبة اه؟ المعلم تيتي يا دولة عايز يسحب صفقة التماثيل اللي هيداها لك Martin انه ربيو ده الكده يبقى ميت اتخرب كده ميت اتخرب هو في الا معلم تيتي؟ واكف برا زيما اتفقنا يا دولة واكف برا زيما اتفقنا يا دولة واكف برا زي لو ايه زىي ده الله روح نديله اه دولة يا خش جوه, خش جوه, خش جوه خش جوه.. فيش وقت تفضل معالم تيتي خطو عزيزة تفضل يا ساتر يا معالم تيتي ايه معقولة يعني؟ انا مش مديك عربون يا عم عشان البضاعة على مفروض كنت تتدهاني اذا كان عربون ارجع حولك عم الحاج اذا كان عربون ارجع حولك عم الحاج العربون ده مهر البضاعة واذا كان عالشراكة فضيتها ولا غلط؟ لا غلط طبعا انا اعلم تيتي انت وعدتاني ان التمثال بتاع اله الشاطئ رمز المصايف عند الفراعنة انا الوحيد اللي احتكره عشان اوزعه لكل الشركات السياحة انه على الدخل ايه خلاص انا موزن السيف مش عارف اقولك ايه يا ابن والدي السوق قلب وخلاص الدنيا مصالح وانا مصلحتي جات مع واحد تاني ودفع عربون اكتر مني كيف اي شير ولا غلط؟ يا سلام هو عشان يعني دفع عربون اكتر مني تخرب بيتي حرم عليك يا معلب تيتي حرم عليك انا اعمليه طيب بسم الله عليك يا دولة لا عاش ولا مات اللي دايقك يا عم ربت سنينك يا تيتي ده كل الناس بتقطع فبعضها حتى الرجالة بتقطع فبعضها مساح تكلامك بقى ستيكة معذور الرجل دفع خمس تلاف جنيه ايه خمس تلاف جنيه قلبي يا تمين مني احدى الشارع لا 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 يا جماعة لا لا الحكاية قلبت جد قلبت جد ما تقلقش يا دولة انا هرهعلك في غيادك يا عم يا خبي يا خبي وبعدين اثبت يا عم الحاج انت راجل ولا غلط انت جاي يتعرفني النوع النهاردة يا خبر ابيض انا اعمل ايه اعمل ايه حرام عليك خمس تلاف جنيه اجب املك من ايه انت باجب املك يا معلم اجبلك الخمس تلاف جنيه بس بعد ستة اشهر اكون قبضت الجامعية ومين يعيش ستة اشهر اذا ربما ان اسبوعين واسافر بس يبقى ملحوعة ان شاء الله هيعدل ستة شهور قبل الاسبوعين ان شاء الله هنقول يا لأ انت فاهم لا تكتل حقت غلط يا لأ وبعدين معقولة يا معلم تيتي يعني دي اصول يا معلم ده انا ما كنتش باشتري اشياء من براك يا معلم انت اصيل وانا تفصيل يعني ايه؟ بتباعني يا تيتي؟ اذا ربما انت مضطار سلاموا عليكم اعيكم السلامة واحتلاله بركاته يا ساب محردش خوض يا عارض ادي نص من نص انتاني لما نستلم الموبايل ان شاء الله خلو يا ساني يا رمزي خد وطاقة برا تقدير تاهية اذا ربما افضح الدانيا ماشي ماشي سلام يا دولة بق اه بيت اتخرب بيت اتخرب بيت اتخرب ان شاء الله ليكرهوك يا حبيبي لخمس تلاف جنيف جزمتك ولا تقهر نفسك جزمتي ايه بس يا ماما ده حتى الجزمة هتطر باعها عشان اصرف عليكم عادل عادل احنا لا يمكن لا يمكن نسيبك ابدا لا يمكن ناخدك اللحم بتاعك وبعد كي هنرمي العدم بتاعك للبوبيز بوبيز ايه ده حتى البوبيز مش هتلاقي حاجتك كلها حضرتك يا علي بيبي بيبي انا ممكن اديك كل مجوهراتي اتباعها وبعد كنت بقى تجيبلي اكتر منهم بكتير يا حبيبت احنا بقى ان المجوهرات بتاعتك دي ثلاث مرات قبل كده مش فاضل غير العلم القطيفة اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه ده فيه ناس كتيرة جدا ماضي معاهم عقود وشركات سياحة لو ما اتجبتلهمش التمثال بتاع اله المصيف اخربوا بيتها افضعوني انا مش صغيرة ما اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه ممكن استحمل لكن انتو ست ستات هتعملوا ايه لا يا عادل لا لا بقى يا عادل ما تزعلش يا حبيبي اكيد هتتجاوز المحنة والضربة التي لا تدمرني تقويني ما تشيش اهم الموضوع ده يا عادل انا وقتك من لحمك ودمك وانت اخوي الوحيد انا ما سبكش عمري كله صح يا سناء هي دي الروح الاخوية الحقيقية اللي بتخلي الناس كلها تتجاوز المحنة ايوه اروح الاخوية هي وهي هتعمل لي ايه دي غلبانة بمرتبة اللي بتقبضوا مش هو كان عايز خمس تلاف جنيه يا عادل ما ايوه وانت يا اهج بيهم منين يعني يا سناء عادل خد دوري في الجامعية وقبض انت الاول يا عادل سناء لا يا سناء انت ضحية مهما تكون ما توصلش للدرجات دي مش معقولة ده حلم عمرك الموبايل اللي انت كنت عايزة تجيبيه ده يا مام خلاص يا عادل الحياة والهويات واختيارات خلاص اه كلمي بقى امو ميرفت اه منورة يا امو ميرفت جي خليك يا سعادل اه تحب تشرب ايه لا يا اخوي يا بابا اشربش اي حاجة على معده فاضح دولا اروح اجيب لقى حواشي لا لا انا عايزة شيش تاوك واموية معدنية اه اي امو ميرفت شيش تاوك واموية معدنية مفيش وقت وبعدين يعني انت جاية في السر يعني اه طيب طيب يا اخوي اه بعدين يعني بقولك ايه نعم الفلوس اللي هي بتاعت الجامعية اللي مفروض اخدها مكان سناء يعني اه انا مش هاخدها كفلوس انا هاخد الموبايل بس اهم حاجة يبقى سر يا مو ميرفت لا سناء تعرف ولا ماما ولا رانيا ولا اي حد خالص لا يا اخوي سرنا كتبير ايوة والجامعيات اسرار ايوة لا 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 ما تخافش يا اخوي وبعدين انا مطلعش سر كمعيتي لحد ابدا الله ينور عليك انا انا اعلى عليك فين موبايل اخوي انا الفهولة بتلافاف ورق جرايد عشان يشرب السيني ومبراف عليك انت كل انت على اللبس محانش يعرف امو ميرفت لا 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 انا همش بقى انا انا اتعاش مع العيال انا 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 اتعاش مع العيال مبروك عليك يا اخوي لا يا اخوي ده العناية لا ابدا مع السلامة دولا هو الموبايل ده ولا ايه هو ده؟ والموبايل قوله عادين سكين من الصبح جادي وقت اتعريصوتك معنش يا دولا هو الموبايل يلا يا اخي يورا شش بدل فرد الشبشب اللي عندي دي بص يا شكله الله كده هتشفطه كده هتشفطه عامل معا برقة سلام الله يا دولا دولا فيه كاميرا اهو دولا اخدني بقى صورة سكريكت لا صورة يعني الفلاش اللي موجود انه هو عندي في الموبايل مش هيفهم وشك يعني وشك ممكن نرد الاضاءة تاني بتاعتين الفلاش فتحرق الكاميرا لا 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 سنة 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 ايه ده؟ الله بس يلا مش راضي يشتغل يلا مش راضي يشتغل قريت فيها يا بوز الاخص دولا تب ما اتخبط عليه كده يمكن يشتغل يمكن ايه؟ يمكن ايه؟ يمكن ايه وانت ما تمدش يزعك عليه خالص ده اجهزة حساسة بص يلا احنا احسن حاجة ان نوديه للواد ايمن مزد هو اللي يعرف يتصرف معاه صحا يلا بينا اي ايه يقول ايه موسا لا ت να we państwa نوديه ايه يوا جاه معافذتين عنابة على ايهاились خير شحنه على الهاواء تحويل رصيد ناغمات كليبات بولوتوتوث حد تطلبك في الضبت حضرتك ده ما بينطقش انت ما تصبر علي يا دولة ده لسه جديد لسه ما تعلمش الكلام وريني كده يدي سيدي يدي ود 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 ايه ده الموبايل ده استعمال خارج وللأسر ما يشتغلش في البيئة دي ما يمكن ما بيشتغلش في الحر يا دولة ايه اخي ما الراجل قاعد ما تسكوت انت تفضل حضرتك قبل اي حاجة في رسومة عشرين جنيه كشف لا لو عالعشرين جنيه مقدور عليها تفضل حضرتك ايه نبدأ نكشف بسم الله الرحمن الرحيم استعنى عشاء بالله يا ربي يا رب ها الللأسف الموبايل ده محتاج عملية زرعة بالطارية زرعة بالطارية دولة يعني احنا لو زرعنا بالطارية هتطرح موبايل espaهاهاهاهاها حضرتك زارعة بالطارية ايه مين هيرضى يتبرع له بالبطارية بتاعته؟ ده دلوقت إحنا بقينا في زمن الأخ ما بيديش الشاحن بتاعه لأخوه نسفره بره هدينك بس يا رمزي مش وقتك خالص شايفني أنا متضمر إزاي عشان الحالة اللي فيها ده الموبايل ده محتاج عملية عملية صعبة ومستعصية لازم يتحطي على جهاز فك الشفرة يا بص العمار بيد الله اتكرى على الله هتتكلف قد إيه العملية دي؟ 200 جنيه طيب هنقدرش نعمل له عملية يعني اللي بتاع تفك الشفرة دي على حساب الدولة؟ طبعا ينفع بس ده هيخد منك وقت كتير جداً وهتخش في إجراءات والروتين وما خبيش عليك الحالة صعبة وما تستحملش دولة لا بقى احنا نطلع بيه على قصر العيني على طول ده احنا نموته بأيدينا أسهل ده احنا عمل روحة قصر العيني يكون هنك يا بيه تكرى على الله تكرى على الله هنعمل إيه مفيش في ايدينا حاجة تكرى على الله هنعمل العملية تمضي على إقرار إن العملية على مسئوليتك؟ أمدي تفضل حضرتك وده الإقرار تفضل حضرتك وده إمضيتي ربنا يا أسطر ربنا أسطر بكرة تعدي عليك الساعة ستة في المعمل حاضر حضرتك ما جبهوا لك بكرة إن شاء الله على الساعة ستة أفطروا ولا جبوا صايم سلام عليكم إيه إنتوا سايلنت إنتوا كمان ولا إيه؟ إيه طب أقول إيه إنعام؟ طب يا جماعة معلش أصبتي ميرفت هتعمل السلطة وأنا خايفة أتخرط البصل على السلطة أيوه عشان أنا مرحبش البصل على السلطة فتوكم عفية بقى إيه يا أمو ميرفت حكاية السلطة اللي أنت خايفة عليها من البصل دي يعني إيه يا أخوفي يا أمو ميرفت لا يا أخويا لا يا أخويا فتك بعافية يا حبيبي فتك بعافية السلام عليكم طيب هو في في عشاء ولا إيه؟ آه ما فيش عشاء طب في غدا؟ ما أنا نواكل يعني برا قبل ما يجي يعني بس أنا كنت بأسأل إذا كان في عشاء أو غدا عشان إشن تكلي يعني او لو عصتوا أي حاجة أما خش أنا بقى أغاية Ö أخريب فيدك يا موميرفت على رأيي المثلة لا تهرج مع موميرفت ولا تخلي موميرفت تهبت ها الرج ما اه للسبوع الاخير كل لعيبك تكشفت يا مخادع يه غساس يا قد chain ايه يا أه youtube ايوا يا Range يا ضلالي يا مخادع ام المارفة تلعت عميل مزدوج ووشك بك وشك بيا ايه و ايه الكلام اللي انت بتوريده بقى فيه ايه خدعت وانوارت وحاورت علشان تاخد الموبايل اللي سأنا قصلك هتشتريه يا مخادع ايه الكلام ده يا كلام كبير جداً مش انا يا ماما اللي خادع وبعدين انا اعمل هولا مفاجأة لو كنت عايز الموبايل دالية كنت خبيته ليه في الدولاد خلاص ايه بتحسن نيتك وديها الموبايل اه طبعاً انا هدهولها بس اصلحه الاول لانه هو اصلاً رخيص وكان بايز يعني الشبكة بتاعته ما كانتش بطول قط فانا هزبط الشبكة يعني واصلحه هدهولها طبعاً شوف يا عادل يا مخادع لو هربت من جهاز فك الشبكة مش هتعرف تهرب من جهاز كشف الكذب يا كذاب سنق نفسيتها محطم وما عادلش فينا هيكلمها غير لما تصالح سنق اه انا هتكلم معها صالحة ليه وانا عملت له ايه انا هتكلم معها وهفهم ان انا جايب لها الموبايل ده مفاجأة يعني دي اختي يا ماما ده انا اللي اهتم بيها اكتر منك اختي سنة انا انت ايه انت اماني بتفكرش في الحاجة اللي انت عايزها وبس لكن الحاجة دي حت دايب مين حت زعل مين ما بيهمكش سنة انا يعني ايه انا 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 غلطان انا غلطان وانت معاك حق بس انت عارفة طبعاً ان الانسان بيبقى ضعيف قدام الاجهزة الالكترونية يعني عادل انا نفسي تسدد من الموبايل ده خاص مش عايزاه نفسي تسدد من كل الاجهزة الكربائية لا 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 ازاي تسدد من الموبايل ازاي؟ لا ده موبايلك يا ماما ده حقك انت معلش يعني حتى لو انا غلط ده حقك انا هسلحه اجيبهولي كارتوش تسلحه؟ الموبايل محتاج عملية زرعة بطريقة اعملها على حسابي يعني ما تقلقش ان شاء الله هتنجح العملية باذن الله ويرجع يملى البيت تاني رنات ومزداد ومساجات ويعمل لنا حس الشقي ده يتربى في كارتك يا عادل بس يا ستي شحن الموبايل شهري قداما على حسابي اجيبلك كارت بخمسين جنيه طب والجراب ماشي يا ستي ليكي بدل الجراب جرابين واحد في الصيف شفاف واحد في الشطة قطيفة طب واللي بقى ومصاريف المدرسة علي وكمان يا ستي البامبرز بتاعه خلاص بقى يا سنها ما تزعيش بقى خلاص زعلانة يا بيت خلاص بقى كيف تخلع يا بيت خلاص بقى خلاص ما تقعدش تكون شوية كده يا بيت خلاص ما تفدش ايدك علي